هو زينة الفتاة وحصنها وجمالها الحقيقي وكمالها وبهاء للشاب وشرف وزيادة له في الدين فقدناه كثيرا في هذه الأيام ولكنه باق في نساء تعرف قدر نفسها ومكانتها في هذه الدنيا وفي هذا الدين إنه العفاف والحياء الذي أصبح دليل التخلف مع الأسف ودليل الضعف أما غيابه فهو دليل التحضر والانفتاح على الآخرين فكلما غاب واختفى تقدمنا وتحضرنا هكذا باتت الدنيا اشتركوا في القناة يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء إذا لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء السلام عليكم أعزائي المشاهدين والسلام على خير خلق الله أجمعين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ورحمة الله وبركاته جميل أن يتزين المرء ذكرا كان أم أنثى بالحياء والعفاف وعلى الرغم من أنه مطلوب من الأنثى أكثر من الرجل وذلك صونا لها ولإظهار مدى أهميتها فكلما ازدادت أهمية شيء ازداد الحرص عليه ولكننا نجد في أيامنا هذه يروج لقلة الحياء والعفاف بشكل غير منطقي فكلما كانت المرأة سافرة أكثر دل هذا على تحررها أكثر وبدأ التبرير من أجل الحب الذي بات أمرا طبيعيا بين الشاب والفتاة بأنه حق وأن الإنسان بإمكانه أن يتخذ سببا لتبرير تصرفاته الخالية من العفاف والحياء وغير ذلك الكثير من الأمور التي يسلط عليها الضوء كل يوم لتصبح مألوفة والتي تذهب بحياء المرء وعفته لهذا أحببنا في حلقتنا هذه أن نتناول هذا الموضوع الذي بات من الضروري أن نبين جوهر وأهمية الحياء والعفاف الذين بدأا بالانقراض شيئا فشيئا إلا ما رحم ربي فتابعوا معنا يروى عن النبي صلى الله عليه وآله الحياء والإيمان في قرن واحد فإذا سلب أحدهما تبعه الآخر وعنه صلى الله عليه وآله من لم يكن له حياء في الدنيا لم يدخل الجنة وأيضا روي عنه الحياء هو الدين كله نجد من خلال هذه الأحاديث كيف أن النبي يظهر ويبين لنا مدى وأهمية الحياء فتخيلوا لو يزول أو يختفي كيف سيكون الدين والدنيا وكيف سيكون حالنا فالحياء من أساس الإيمان ها هو بدأ يختفي قليلا ووصلنا إلى هذه الحال كيف إذا اختفى تماما ولم يبقى منه إلا القليل خاصة نرى أن الحياء من الكلمة شبخ اختفى فنجد شبابا يتفوهون بكلمات تقشعر لها الأبدان دون الالتفات لما قالوا فقد روي عن المختار صلى الله عليه وآله إن الله حرم الجنة على كل فاحش بديء قليل الحياء لا يبالي ما قال وما قيل فيه لا يقام أي وزن وأي اعتبار للكلمة تلقى دون تفكير وخاصة من شبابنا اليافعين فهو يريد أن يظهر مدى قوته وأنه غير مهتم بأحد فيتكلم بما يحلو له من الكلام دعونا ننتقل سويا لنستمع إلى آراء ضيوفنا حول موضوع حلقتنا فتابعونا الفارق بين الحياء والخجل أن الحياء يمكن أن يشخص اضطراب نفسي يعني يرجع إلى شخصية الإنسان وطبع الإنسان في مقابله الشخص الجري أما الحياء فهو سلوك ظاهري تمام يعني ممكن أن يكون الإنسان ليس بخجول لكن يحمل أو يسلك سلوك الحياء مع أنه هذه الصفة أو هذه السمة ليست نفسية به فالحياء مطلوب تمام من الشخص سواء كان خجولا أو غير خجول الحياء هو أن لا يفعل الإنسان السلوكيات التي تظهره على أنه إنسان فيه نوع من الجرأة أو نوع من الوقاحة أو نوع من خلينا نقول الإبتذال في المجتمع تمام أو ما يسمى يعني بمصطرح إسلامي ممكن نقول الحياء بالنسبة للمرأة هو العفة والحياء بالنسبة للرجل أن لا يفعل منافيات المروءة تمام فالحياء يعم الرجل والإمرأة تمام لكن في المرأة نسميه نطلق عليه العفة فالرجل نطلق عليه الحياء أن يكون الرجل ذا مروءة تمام فلا يفعل الأفعال أو السلوكيات التي تذهب بمرؤته هذا هو الحياء وفارقه عن الخجل طبعا هذا الجيل تمام سواء كان خجول أو غير خجول بالنسبة لسلوكيات الحياء في عنا تهميش لهذا المطاب طبعا أنا ما عبط لقاعدة على العموم لا لكن في موارد كثيرة نجد أن هذا الجيل يعني بطلعيش حالة اللباقة مع المحيط أنه هذا كبير السن أو مثلا هذا مدرس أو أستاذ أو مربي فصار في عنا نوع من الابتذال أو نوع من التهميش لهذا المحيط تمام طبعا ينبغي تسليط الضوء بشكل جلي على آداب وسلوكيات المراهق أو الشباب مع المحيط وما هي طرق اللباقة في التعامل العفة هي حالة في النفس تمنع من ارتكاب كل محرم ومن تجليات هذه الحالة عفة الفرج وعفة اللسان وعفة البطن أما الحياء فهو انقباض في النفس عن القبائح وفزع منها من خشية الله سبحانه وتعالى من الخطأ أيها الأحبة أن يظن أن العفة مطلوبة من النساء وليست مطلوبة من الرجال بل إن الرجل ليطالب بالعفة أن يصون فرجه وأن يعف فرجه وأن يعف نفسه كما تطالب المرأة بذلك بل إن القرآن الكريم يبين أن الرجل قد يموت في سبيل الحفاظ على عفته ويعرض نفسه للأذى في سبيل الحفاظ على عفته وخير مثال على ذلك نبي الله يوسف عليه وعلى أنبياء الله أفضل الصلاة والسلام الذي لما عرضت عليه زليخة نفسها وطلبت منه أن يبادرها وأن يتنازل عن عفته فامتنع عن ذلك فأجبرته وألزمته وتوعدت له بالوعيد وأنها ستسجنه وأنها ستعذبه وأنها ستؤذيه إن هو رفض ذلك إن هو رفض إلا أن يحافظ على عفته فما كان من نبي الله يوسف أن يعبر أن السجن في الواقع والعذاب والموت هو أهون لديه من أن يتنازل عن عفته فقال في القرآن الكريم رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه فالعفة أيها الأحبة كما هي مطالبة من المرأة هي مطالبة من الرجل كذلك الآن السؤال الشق الثاني من السؤال ما الذي يمكن أن يجعل الشباب ملتزمين بأقوالهم أن لا ينقولوا كلاما غير لائق أقول أيها الأحبة علينا دائما أن نفكر بهذه النعمة نعمة اللسان أن نصون هذا اللسان أن نتفكر وأن نتدبر أن أعظم نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان هي لسانه وأن أخطر نعمة في ذات الآن أنعم الله بها على الإنسان هي لسانه أربعمائة نوع من أنواع الذنوب فقط تتعلق بهذه الجارحة علينا أن نستذكر قول رسول الله احفظ لسانك ويحك وهل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم أهم وأسمى درجات الحياء وأعلاها هي الحياء من الله سبحانه وتعالى فهو أساس الحياء والاستقامة وأساس التعامل مع الناس ومع كل من حولنا فهو البصير السميع يرى داخلنا وخارجنا وهو المنعم والمعطي وما بنا من نعم فمنه عز وجل فكيف نعصيه دون حياء أو دون أن نتذكر أساسا أنه يرى حالنا ويسمع كلامنا فقد روي عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك واروي أيضا ليستحي أحدكم من ملكيه الذين معه كما يستحي من رجلين صالحين من جيرانه وهما معه ليلا ونهارا فكل الناس في زماننا تستحي من بعضها بعضا فقط وتنسى الله تستحي من أن يقال عنها كذا أو كذا أو أن تضر بسمعتها تظهر الحياء فقط ليقال إنها لبقة ملتزمة فكلنا يسعى ليظهر أفضل ما لديه من أجل الناس أما مع الله فلا نبالي مع أننا إذا رأينا مواقف تمر أمامنا نستهجنها فنقول كيف فلان لا يستحي من أستاذه وكيف فلان لا يستحي من أمه أو أبيه ولم نسأل أنفسنا يوما كيف نحن لا نستحي من ربنا نرى الناس تصول وتجول والنساء تناثر لديها الحياء تزعم أنها تتحرر فينظر البعض إلى الوقاحة والجرأة المبالغة على أنها انفتاح فما أثر ذلك على المجتمع وما الفرق بين الوقاحة والتحرر والانفتاح طبعاً يختلف التحرر عن الانفتاح التحرر هذا الشعار البراق الذي طرحه الغزو الثقافي الغربي يعني هو أن يعيش الإنسان بلا ضوابط بلا معايير في التعامل مع الآخر فينسلخ الإنسان من كثير من المبادئ يعني نتيجة هذا الشعار أو هذا الأمر أما الانفتاح فمغاير كلياً للتحرر الانفتاح معناه أن يصبح عندي تواصل مع الآخرين سواء كان هذا الآخر من نفس الملة من نفس الدين من نفس المذهب أو لا حتى من قوميات أخرى ممكن أن يكون أكون منفتح لكن ضمن الضوابط والمعايير والمبادئ التي ألتزم بها سواء كنتم معتقد بشريعة ما أو بمبادئ ما خاصة بالدين الإسلامي فيوجد ضوابط فالانفتاح هو نوع من التحرر لكن بضوابط وحدود بحيث لا أتجاوز حريات الآخرين لا أتجاوز مثلاً مبادئ الآخرين أو القواعد والنظم التي موجودة عند الطرف الآخر أما التحرر فلا هو الانسلاخ الكل من أي ضابط أو أي معيار أو أي قاعدة أو أي مبدأ بحيث الذي الأساس فيه اهتمامات الشخص هو أن يصل إلى ما يريد تمام بأي وسيلة وأي طريقة بدون أي ضابطة وبدون أي قاعدة أو مبدأ دائماً أيها الأحبة سبيلنا هو معرفة الله سبحانه وتعالى حينما تعرف الله حينما تمتلك معرفة بالله سبحانه وتعالى سوف تعتقد كل الاعتقاد أنه يراك وإلا الذي يعتقد أن الله لا يراه ولا يعرف الله واقعاً مشكلته في المعرفة إمامنا الصادق يقول خفي الله كأنك تراه وهذا ذكرناه سابقاً فإن لم تكن تراه فهو يراك وهنا أمامك حالتان فإن كنت تعتقد أنه لا يراك فقد كفرت ما عندك معرفة بداية طيب وإن كنت تعتقد أنه يراك ثم بادرته بالمعاصي فقد جعلته أهوناً ناظرين يعني فكر بهذه الآلية بهذه الكيفية حتى تستحضر الحياء من الله سبحانه وتعالى أن الله يراك وأنك إذا أردت أن ترتكب ذنباً أن تفعل خطيئة أنت تخجل من طفل إذا كان يراك أنت تخجل من مجنون إذا كان يلقي عليك النظرات فتنتظر أن يغيب الجميع حتى ترتكب ذلك فما بالك وأنت ترتكب ذلك وأنت تعتقد أن الله يراك يقول الإيمان فقد جعلته أهوناً ناظرين أهوناً من نظرة المجنون أهوناً من نظرة الطفل هذا أولاً ثانياً أيها الأحبة علينا أن نستشعر نعم الله سبحانه وتعالى مشكلة الذين لا يشعرون من الحياء لا يخجلون من الله سبحانه وتعالى ما هي أنهم فقدوا الشعور بالنعم هذه مشكلة حقيقية أنت تعطي إنسان مبلغاً من المال وتكرر هذا العطاء كل أسبوع كل ما تراه يوم الجمعة تعطيه ذات المبلغ لسنوات ليس بمنطلق أن هذا يجب عليك محبة منك فإذا بك بعد سنوات قطعت هذا الفعل في الوهلة الأولى سينظر إليك نظرة لؤمن وسيتحدث أنك تحولت إلى بخيل مع أنه هو ليس له حق عليك هكذا الإنسان لا يشعر بخيمة الشيء ما دام يعتاد عليه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرماً لا يشعر ولكن بهذه النعم متى يشعر؟ وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهاناً علينا أيها الأحبة أن نستشعر نعم الله سبحانه وتعالى أن الله هو الذي أعطاك قدرة الكلام قدرة الحركة قدرة الإرادة قدرة التحرك أينما تشاء وفي أي فعل تقوم به هو المحرك الأول فلا تعصه فيما وهبك روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إن الله قسم الحياء على عشرة أجزاء فجعل في النساء تسعة وفي الرجال واحداً بحسب رأيه كان هذا التقسيم لصون المرأة ولحفظها فزينة الأنثى الحياء وربما لكونها رقيقة عاطفية فأي تصرف تقوم به ربما يفتن الرجل لذلك هي أكثر حياء كما أن لكل واحد منهما دوراً في هذه الحياة ولكون الرجل أكثر خوضاً في ميادين العمل والمجتمع فقد حاز على أجزاء أقل لكن لضيوفنا رأي في هذا الموضوع دعونا نستمع وإياكم الحياء مطلوب من المرأة أكثر من الرجل والسبب في ذلك أن المرأة بما هي كائن لطيف كائن خلينا نقول جمالي أكثر فهي عرضة للابتزاز أكثر من الرجل ولهذا فإن الحياء مطلوب منها بشكل آكد يعني من المرأة في الرجل يقول سبحانه وتعالى في كتابه المبارك لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت من هنا بعض الفتيات توحي لنفسها إحاءاً داخلياً إحاءاً سلبياً أنها وفي هذا المجتمع المليء بالضغوطات والمليء بالانحطاطات الأخلاقية فإنها لا شك ستضعف وستتخلى عن شيء من عفتها وعن شيء من حيائها هنا عليك أيها الفتاة التي أراد الله سبحانه وتعالى لك أن تكون حيث أراد من مراتب العفة والحياة أن تغلق هذه القناة لأن ذلك إحاء إبليسي إحاء من الشيطان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك وهو الذي صنعك وهو الحكيم قال لا يكلف الله نفساً إلا وسعها خلقك بهذه القدرات وبهذه الإمكانيات بهذا الجمال الذي تملكين بهذه الطاقات لأنه على يقين وهو الخالق وهو الحكيم بأنك تملكين قدرة على ضبط هذه النفس وضبط سلوك هذه النفس وهنا السؤال ما الذي يجعل بعض الفتيات يتنازن عن شيء من العفة وشيء من الحياء هل عدم القدرة لا أيها الأحب لا يمكن أن نعزو ذلك إلى انعدام القدرة لأن الله خلقك قادرة ولا يمكن أن نعزو ذلك إلى الظروف التي تعيشينها في الحياة الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يضرب مثلاً للذين آمنوا امرأة أي ظروف كانت تعيش هذه المرأة كانت تعيش في بيت عدو الله في مملكة رجل إذا عبد أحد من سكان هذه المملكة في بيته إلها غير هذا الرجل قتله وإذا بهذه المرأة بهذه الظروف في بيت عدو الله بل في حجرته وهو نائم تسجد لتبين موقفها مع الله فيضربها الله مثلاً للذين آمنوا فيقول وضرب الله للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتاً في الجنة كذلك امرأة أخرى ظروفها عظيمة جداً زوجة نبي وتعيش مع نبي امرأتان ولكن الظرف لم يساعدها لأن ما عندها موقف مع الله فقال وضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوت كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما إذن القضية ليست ظروف وعدم قدرة القضية موقفك مع الله سبحانه وتعالى الذي تريدين أن تظهره نعم في نهاية المطاف وما يهم قوله هنا المرأة التي عندها ظرف خاص تجد أنها في المجتمع حينما تذهب إلى المجتمع وتختلط بالناس هذا يسبب لها ريبة ما قد يوقعها في الحرام أو أنها لا تأمن على نفسها عدم الوقوع في الحرام هنا في هذه الحالة ينبغي عليها نعم أن تترك ذلك الفعل وأن تترك تلك الاختلاطات التي يجبرها عليها عملها في ختام حلقتنا أود أن ألفت النظر إلى دعاء قد دعا لنا به الإمام المنتظر خص فيه كل فئة بما يسددها ويقومها ويزيدها بهاء وقوة فمن دعائه عليه السلام وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة فقد دعا لنساء المسلمين بالحياء والعفة ولم يدعو لهن بالتقوى أو النجاح أو ما شابه وذلك لعلمه بالأثر الكبير الذي يعكسه الحياء والعفاف على المجتمع والأمة فهما الضابط والمقوم وأساس الأنوثة ومكابح شهوة الرجل خف الله كأنك تراه وإن كنت لا تراه فإنه يراك كذلك الحياء من الله فلنستحي من الله كأننا نراه فإن لم نكن نراه فهو يرانا ويسمعنا فلنستحي من المنعم الذي يعطي ويحسن رغم الجحود فليس من المنطق أن يعطيك النعم وتقوم باستخدام تلك النعم لمعصية المعطي فلنستحي من الكريم الودود الذي كلما ابتعدنا عنه تقرب إلينا وأعادنا إلى جنابه فوالله لو وضعنا الله نصب أعيننا في كل عمل وقول لسعدنا وفزنا في الدنيا والآخرة دمتم بألف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة